بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم ممكن تتكلموا عنها عايز اقول لكم شرع عبد العزيز اللي ما كنت الشرف تمشي فيه لو فيه حد النهاردة اشترى منه تلفزيون يبقى جدع كان المحل الواحد في اليوم بيتكلم من 15-20 حاجة بيبيحها النهاردة المحل اوباع جهاز يبقى هايل اتنين يبقى بسم الله ما شاء الله يبوس ايدي الاثنين حالة ركود غلاء فاحش انا بقول لكم غلاء فاحش غير مسبوق ولازم نعترف بالحكاية دي ده حتى الالم الالم بقى اللي بجنيه بقى بجنيه ونص الالم اللي بقى عشرة بقى باثناشر الالم اللوح الفرخي مش عارف الورق اللي كان مش عارف ثمن وكم زاد بقى بستين في المية زيادة كشكيل بقت عشان الورق غلي والورق وعمل مشاكل في الجرائب ونغلي الاسعار وقصص بقول لحضراتكم موضوع بصراحة لا اكل ولا شرب ولا اي حاجة لانهارده حضرتك عايز ميزانية خاصة ميزانية وطبعا انتو بسم الله ما شاء الله عارفين الدنيا يعني ما شاء الله يعني وللأسف الشديد احنا بنتكلم على الاستيراد وامبارح الجمارك كان معانا رئيس الجمارك ووزير ماليه على التليفون عشان ايه عملنا القرارات سيادة الرئيس عمل القرارات قرار الجمهوري 364 سلعة الجمارك طب ماشي طب وبعدين اللي جوه بيزود يعني حضرتك المستورة زايد زايد طب اللي جوه البلد اللي بيتصنع هنا بيزيد ليه وعلى فكرة مش بيزيد زيادة صغيرة واقول لكم شوية اسعار دلوقتي منتج محلي زايد الفين جنيه اقل حاجة زاد الف يعني لما تيجي تضرب كده تلاجة محلية زادت لو كانت بتلات تلاف بقت اربعة تلاف يعني مفيش حتى تلات تلاف تسعمية لا هو لازم الالف جنيه مقفولة اكي انه مثل الناس بتاخد مرتبات مليون دولار في الشهر الواحد يا جماعة فانا ارجوكو ما انتو تبطلوا كمان لما بتعملوا كده بتغلوا على الناس والناس بتجاجي كل واحد فيه وماشي النهاردة ايه اللي بيحصل ليه بتغلح حضرتك ده هو معمول عشان تخفض الاسعار عشان حضرتك اللي تبيع يعني انا بدع من منتج المحلي وبدفع المنتج المحلي واقف من منتج المحلي بس بطلوا جاشع المنتج المحلي كمان وانا بقوله مفيش حد النهاردة مغلاش منتج المحلي طبعا هو بيقولك ايه لو قطع غير واحدة جاية لو تلاجة مثلا بتجمعها وجايب لها بس حتة قطع غير من برا هتتكلفك مثلا ميتين جنيه الميتين دول هتحطهم على طول الف الف وميتين مش كل حاجة جاي من برا متحاسب زود بقدر الحتة اللي انت جيبها لكن ده ليه عشان محدش بيتابع ولا حد بيرائب كل واحد يضرب وانا معرفش مين بيحط الاسعار بصراحة يعني نفسي في البلد واحد يطلع يقوللي مين بيحط السعر مين يقوللي المواطن حضرتك لما تلاقي السعر ده زيادة هو ده زيادة او لما تلاقي السعر كان امبارح امبارح مش هول امبارح روح اسأل عليه واسأل النهاردة في الشارع عبدالعزيز قالك امبارح كانت التلاجة دي تمانها اربعة بقى بسبعة مش بقى باربعة ونص ولا بخمسة بقى بسبعة تلاف جنيه التلاجة اللي بقيت كانت بسبعة تلاف وربعمية بقيت بثلاتتاشر الف جنيه ايه مين هيعمل ايه ويجيب ايه ومين هيشتري مين انا بقول لكم شيء بصراحة بقى مزعج جدا اللي بيبيع ما بيبيعش لانه هو خسران كمان واللي بيشتري مش هيشتري لانه ما فيش فلوس طبعا وهو مش عارف بكرة يبقى فيه ايه كمان مش عارف ايه اللي ممكن يزيد بكرة ما هو خلوا بقى لكم على كف عفريت ايه هو كف العفريت انه الاسعار كل يوم زي العفريت كده عارفين زمان كنا نقول على الطماطم المجنونة ده بقى النهاردة كل حاجة في البلد مجنونة كل حاجة كل السلع ما بقيتش الطماطم زمان كنا نضرب المسأل بالطماطم يا الطماطم المجنونة ايه الطماطم المجنونة لان الطماطم المجنونة كل يوم بحال من حال الى حال يوم بجنيه ويوم بسبعة ويوم بتلاتة والتاني يوم بخمسة ويوم بتلاتة وتاني يوم بنص جنيه ما تعرفش الطماطم مجنونة لا ده بقى النهاردة كل اللي قدام حضرتك مجنونة وعلى فكرة اللي قدامك فيه طبعا المستورد وفيه الصناعة المصرية بقول لكم شارع ابن عزيز النهاردة تعيط حضرتك لانه ده أسهر شارع طبعا لانه أرخص من أي حتة فبالناس بتروح له والناس طبعا العازي يكون العازي بيجهز لنفسه حتى بيت مش لازم بقى فيه جواز يعني ما حدش بتجوز كتير في الشتاء الناس بتجوز في الصيف وبالتالي كل اللي قدام حضرتك كله بيعمل ايه غلى وهو بيقول لك أنا معزور والناس والله يكون فاولهم حطيني ده لانه هو الدنيا برد هو واقف مستني أي زبون يجيله في الزباين الزباين بتقديكوا شايفين قدي شارع عبد العزيز ده شارع عبد العزيز الشارع اللي هو مش ممكن تعرف تمشي على رجليك مش بعربية على رجليك قدي الشارع ده النهاردة صباح هذا اليوم الناس الله يكون فاولها طبعا أنا بيتكلم على الناس كلها سواء حضرتك المواطن او حضرتك المواطن اللي عندك محل زي ده للمحل زي ده حيث بتدفع طبعا ضرائب